بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ويا عبرتي كل مؤمنين ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فدلي بكم عز وفقري بكم غنا وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر فعيني كالخنسة تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخروي وقفت على الدايار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفروي وقد رسايت فيها الرسوم وطالما بها درس العلم الإلهي هو الذكر إمام الهدايا آصبط النبوة والد أئمة رب النهي مولا له الأمر يا إمام أبوه المرتضى يا علم الهدى آصبط النبوة والإنس يا الصهر يا إمام بكته الجن والإنس والسماء ووحش الفلا والطير والبر يا البحر حبي بثلاث ما أحاط بمثلها يا ولي فمن زيد هناك وما يا عمر له قبة فيها الشفاء وتربة ويون فيها يجاب الداعي إذا مسه يا يون ضر ودرية منه تسعة يا إمة حق لا ثمان ولا هايا يا عشر يقتل ضمانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر هذه القصيدة كلما قرأت كما ورد أصحابنا وعلماؤنا عنهم أنه يحضر فيها الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يقتل ضمانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساق على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لا مهر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا صدق سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه لذكرهم صلوا عليهم جميعا اللهم صل على محمد فضائل محمد الحمد لله الذي جعلنا من الأحياء ونحن نعيش ونجدد ذكرى عظيمة وأليمة لسيد شباب أهل الجنة ذكرى مأساة الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الجنود الجنود تحشدت والأقلام المأجورة انسلت وبدأت تكتب والأصوات النابحة بدأت تزعق وتنعق لمحاربة هذه الشعائر ولمحاربة هذا الذكر ولمحاربة صاحب هذه الذكرى وهو الإمام أبي عبد الله الحسين فأولئك القوم شحذوا سيوفهم ضد الإمام الحسين وما شحذوا سيوفهم إلا بعد أن سمعوا مقالة علماء السوء في أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج على دين جده فلابد أن يوقف عند حده وتجد الإساءة للإمام صلوات الله وسلامه عليه وتلاحظ أن البعض يأتي ويستعرض هذه القضية ويقول الإمام الحسين حينما أراد أن يخرج لم يستمع إلى نصيحة الناصحين وطالما جاءه عقلاء القوم وكبار القوم ونصحوه ولكن لم ينتصح فخرج فخرج واعتمد على مجموعة من الكتب أرسلت إليه من العراق ومن الكوفة بالتحديد واعتمد على هذه الكتب واستجاب لمن كتب إليه بالقدوم وهذا يعتبر نفسه عالم يعتبر نفسه يفهم الموازين ويحاول أن يقيم الإمام الحسين من خلال كلمات كلمات معسولة لا ينخدع بها إلا من كان هناك غشاء بينه وبين الحقيقة من كان رين على قلبه ولا يفهم الحقائق والأمور التي جاء من أجلها الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهكذا حاولوا تشويه هذه الحقيقة وحاولوا بيان أن شهر محرم ماذا يعني بالنسبة لنا وماذا يعني بالنسبة للآخرين الآخرين حاولوا أن يغيروا مفاهيم هذا الشهر الأمر الأول الذي حاولوا طمس معالم قضية الإمام الحسين ماذا قالوا أن هذا الشهر وهذا اليوم هو بداية السنة الهجرية الجديدة هذه أول قضية وهذه أول أكذوبة حاولوا أن يصطنعوها من أجل التغطية على قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن الهجرة النبوية لم تقع في شهر محرم إنما وقعت في شهر ربيع الأول وذلك بإجماع جميع المؤرخين على هذه القضية إذن أين محرم وأين الربيع الأول الهجرة وقعت في ربيع الأول بداية ربيع الأول طيب كيف أصبحت في محرم وهذا التاريخ تغيره في زمن بني أمية في زمن بني أمية جعلوا أن الشهر الأول للسنة الهجرية هو شهر محرم لماذا؟ حتى يغطوا حتى يبدأوا بالفرح والسرور أنه الآن تتلاحظ على الفضائيات وغيرها التي تنعق باسم بني أمية وأتباع بني أمية ماذا يقولون؟ يقولون أسعد الله أيامكم بمناسبة السنة الجديدة بهذه الحجة يبارك أحدهما إلى الآخر هذا غير قضية عاشوراء وغير قضية اليوم العاشر من المحرم الذي جعلوه عيدا وجعلوه يوما قد ظفر به يزيد على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولكن كيف يغطوا على هذا العيد ويجعلوه عيدا إسلاميا بل عيدا تحتفل به جميع الديانات السماوية هو اليوم يقولون ويروون كذبا عن رسول الله وعن ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هذا اليوم يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم فهو يوم مبارك لازم شنو نحتفل به وهو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح وهو اليوم الذي فلق الله البحر لموسى وهو اليوم الذي تكلم به عيسى وهو في المهد وكل وهو اليوم الذي أطفئت نار نمرود لإبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو في يوم عاشوراء وهكذا كل موارد الظفر والفرح والسرور والانتصار للأنبياء جعلوه في يوم العاشر من المحرم فأي حقد هذا وكل ذلك لم يكن له حقيقة ولم يكن له أي واقع إنما أرادوا بذلك أن يبعدوا أذهان الناس عن مأساة عظيمة وجريمة وفاجعة كبرى وقعت في هذا اليوم حتى يبعدوا الناس عن هذه القضية هذا الهدف الهدف إبعاد هذه القضية ونهج هذا الأمر عن أذهان الناس لذلك الله سبحانه وتعالى قيضه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أناس وعلماء وشرفاء وأجيال بعد أجيال حتى يحيوا هذا الأمر اليوم كنت أسمع أحد العلماء السنة يقول والله يقسم يقول والله لولا أولئك الذين قيضهم الله لحفظ شعائر الإمام الحسين وإحياء أمر أهل البيت لمحق الدين محقا هذا على لسان رجل سني يتحدث بهذا الحديث وتعرفونه الدكتور عدنان إبراهيم وهذا الرجل حقيقة أنا أحترم رأيه وأحترم فكرة وإن كان هناك بعض الأمور لكن بشكل عام رجل منصف ويقسم قسم يقول لولا أن قيض الله أولئك النفر الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يحيوا هذه الذكرة وأن يحيوا أمر أهل البيت لمحق الدين محقا وفعلا أخواني ترى هي القضية قضية طمس معالم رسول الله القضية قضية محو ذكر رسول الله لكن حينما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان إلى جانبه أمير المؤمنين والصحابة الأجلاء المخلصين حول رسول الله ما كان يتجرأ المنافقون أن يحاربوا رسول الله بشكل علني إنما في الخفاء لكن ما أن ارتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وإذا بهؤلاء القوم يتكالبوا على هذا الدين وبأي طريقة لا بد أن يمسكوا زمام الأمور حتى ينقضوا على هذا الدين وحتى يغيروا هذا الفكر وهذه العقيدة وفعلا وفعلا استطاعوا لكن خابت ظنونهم لأن لهذا الدين الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين حفظ هذا الذكر بوجود أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وحفظ هذا الدين وحفظ هذه القيم بوجود أهل الذكر الذين هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هذه صلوا على محمد وآل محمد وصلي على محمد بهؤلاء الأئمة الطاهرين وتضحياتهم وعلى رأس تلك التضحيات هي تضحية سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا من ناحية من ناحية ثانية أنت لو تقولون أن هذا الأمر وهذا الشهر هو أول أشهر الهجرية وتتحدثون عن الهجرة وسبحان الله لا يوجد شيء في الهجرة إلا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه الهجرة من بدايتها إلى نهايتها كيف حصلت لماذا حصلت كل الأمور المتعلقة بالهجرة لا تذكر إلا قضية الغار إلا قضية الغار وهذه فضيلة اصطنعت لذلك الرجل وإلا في الحقيقة لم تكن فضيلة ولا أريد أن أخوف في هذا الحديث لكنها في الواقع لم تكن فضيلة لأنه كان خائف والله سبحانه وتعالى أنزل سكينته على من؟ على رسول الله عليه ما قال عليه ما أنزل سكينته عليه وأيده ما قال؟ وأيده ما عموما لا نريد أن نخوض في هذا البحث لكن هل أن الهجرة كلها قضية الغار وما أشبه؟ مسببات الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هؤلاء كانوا يتآمرون على رسول الله حتى يقتلوه الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك وأمره بالهجرة فجاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين وأمره أن يبيت في فراشه ما يذكرون هذه القضية أبد ولا كأنه هذه القضية صائرة وهي هذه بداية الهجرة وهذه أصل الهجرة زيانة تموت تقول سنة هجرية اتحدث عن هذا الموضوع أبد سبحان الله عميت أبصارهم وعينهم وقلوبهم عمل بصر والبصير عدهم لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه ويقول له أن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أهاجر وأمرني أن تكون أنت في مكاني تبيت في فراشي فماذا يقول الإمام أمير المؤمنين روحي فداه لا يهمه شيء أنه سوف يهجم القوم عليه أو يقتلوه أو يفعلوا ما يفعلوه وهو شاب في ريعان الشباب يا رسول الله أو في سلامة منك يهمه سلامة رسول الله أو في سلامة منك قال بلى قال فداك نفسي يا رسول الله وإذا بأمير المؤمنين يأتي ويبيت في فراشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوم يأتمرون والمؤامرة ضخمة كيف أنه اختاروا عشرة من كافة القبائل ينقضوا على رسول الله ويهجموا هجمة رجل واحد وكلهم يشاركوا في قتله حتى يتوزع دمه بين القبائل بعد ما ما بالإمكان يأخذون بثاره أمنيا يأخذون ثار من قبيلة من قبيلتين من ثلاثة من عشرة فيضيع دم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا كانت المؤامرة بها الكيفية والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ويهاجر وإذا بالقوم على رأيهم وعلى مؤامرتهم يهجموا على الدار ويستلوا سيوفهم ويأتوا ويكشفوا عن الغطاء وإذا به أمير المؤمنين وقال له أخبرنا يا علي عن ذلك قال أخرج أنت وأصحابك وإلا ألحقتكم بصاحبكم فخافوا من علي بن أبي طالب وخرجوا خرجوا ثاني يوم لإمام أمير المؤمنين في وضح النهار في وضح النهار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يأتي بالفواطم فاطمة بنت عبد المطلب وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بهم وكل ما كان هناك من الودائع التي أودعت عند رسول الله تؤدى إلى الناس يعطوها للناس لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان ملقباً بالصادق الأمين فرسول الله كانت توضع عنده الودائع اللي عنده أمانه ما كانت بنوك ذاك الوقت بهالكيفية اللي الناس تودع أموالها وتودع ممتلكاتها وين؟ في البنوك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المستودع الأمين للناس وبما فيهم المشركين فحفظ هذه الودائع وعطاها إلى أمير المؤمنين وأمير المؤمنين أعلن ذلك وكل من كانت له وديعة عند رسول الله سلمها ثم خرج واجتمعوا قريش وقالوا أي خزين هذا لنا شاب غلام يأخذ الفواطم ويخرج في وضح النهار خرجوا خلفه أرادوا قتاله قتل أحدهم عموماً القضية مطولة لكن الإمام أمير المؤمنين استطاع أن يرجع أولئك وواصل الطريق طيب هذه قضية في الهجرة تذكر؟ لم تذكر هل يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد أن يدخل حينما وصل المدينة على أطراف المدينة هل دخل المدينة؟ لم يدخل المدينة إنما توقف عند منطقة اسمها قبة والذين ذهبوا إلى حج بيت الله يعرفون هذه المنطقة فيها مسجد يسمى مسجد قبة هذه على أطراف المدينة بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان منتظراً قدوم أمير المؤمنين مع الفواطم لم يدخل المدينة إلا حينما وصل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه الفواطم صل على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد هل يذكر هذا الأمر؟ لا أحد يذكره هجرة ويقولون قضية هذا الشهر هو شهر الهجرة وأول أشهر السنة الهجرية خلو هذه أحداث السنة الهجرية تحدثوا قليلاً عنها لكن ما يتمكنون إنما جاءوا لطمس معالم الدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ما بإمكانهم لأن حماية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهذا الدين هي التي حفظت هذا الدين ووقوف الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك نحيي هذا الأمر نحن نحيي هذا الأمر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا وأول قضية وأول أمر دعا له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والأئمة التسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين جميعهم نادوا بقضية الحسين كلهم كان ينادي بقضية الحسين ويدعوا لذكر الحسين ويدعوا لإحياء ذكر الحسين ويدعوا لإحياء شعائر الإمام الحسين هذه قضية مسلمة عند الجميع لذلك إحنا حينما نحيي ليش ننزعجون ليش ننزعج البعض حينما نحيي هذه الذكرى حينما نقول أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بسببه بقي الدين قائما إلى يومنا هذا وإلى يومي يقوم الإمام الحج عدى الله تعالى فرجه الشريف ويرفع راية النصر ورايته هي يا لثارات الحسين هذه القضية مستمرة والدعوة إلى نهج الإمام الحسين وطريق الإمام الحسين وفكر الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين النهضة المباركة التي قام بها الإمام الحسين لا بد من أن نحييها لأن بذلك تشملنا رحمة الباري عز وجل رحم الله من أحيى أمرنا وأيضاً الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أحد الرواة واسمه معاوية بن وهب يقول دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه رأيته ساجداً وهو يقول اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس اللهم ارحم تلك الوجوه التي تتقلب على قبر ابن بنت نبيك هكذا كان يدعو الإمام صلوات الله وسلام اللهم ارحم الأعين التي تسيل رحمة لنا وهكذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مناسبة إلا ويربطها بقضية الإمام الحسين أي قضية أي مناسبة صير إلا ويذكر الناس بقضية الإمام الحسين صلوات الله وسلام وهذا ليس ديداً الامة ديداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يدخل الحسن والحسين فينزل من على منبره إخوان ترى قضية هذا ليس قضية أنه جد وأحفاد وعاطفة أبوه موجودة هذا موجود لكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يشير إلى عظمة هذين الإمامين ينزل من على منبره ويتخطى رقاب الناس حتى يصل إليهم يأخذهما ويحملهما ويصعد بهما على المنبر ويضعهما على فخذيه ويجعل يديه على رأسيهما ويقول الحسن والحسين ريحان تاية من الدنيا الحسن والحسين وديعتي في أمتي وكيف حفظت هذه الأمة هذه الوديعة بالله عليك حفظت هذه الوديعة هذه الأمة حفظت هذه الوديعة أي إنسان تجعل عنده وديعة من الأخلاق من القيم أن يحافظ على هذه الوديعة هل حفظوا هذه الوديعة لم يحفظوا وديعة رسول الله كل مناسبة في يوم من الأيام رسول الله يأتي أم سلمة تروي هذه الرواية وينقلها الطبراني والزمخشري ينقلون هذه الرواية يقولون أن أم سلمة تقول دخل علي رسول الله وهو متعب قال أريد أن أدخل الحجرة فلا تدعي أحدا يدخل عليه والعبارة التي كانت كاتبها أنه أجلسي عند باب الحجرة على كل حال لا تدعي أحد يدخل عليه تقول بينما أنا كذلك وإذا بالحسين يأتي تقول ما قدرت أن أمسك أمامه وإذا بالحسين طفل صغير استبقني ودخل على رسول الله تقول أنا انحرجت شلون رسول الله أوصاني أنه ما أدخل علي أحد دخلت حتى أخرج الحسين تقول دخلت وإذا رأيت الحسين على صدر رسول الله يقبله ويبكي في هذه الأثناء تقول سألته لماذا تبكي قال هذا جبرائيل أخي جبرائيل أخبرني بقتله قال ما لي وليزيد لعن الله يزيد ما لي وليزيد وأخذ يلعن يزيد وتقول كان يقبل الحسن تارة من وجهه وتارة من فمه وتارة من نحره وأيضا في يوم من الأيام الحسن والحسين دخل على رسول الله دخل على رسول الله فاستقبلهما كالعاد رسول الله وأخذ الحسن وقبله من فمه وأخذ الحسين وقبله من نحره كرر هذه الحالة هذه الحالة لفتت نظر الإمام الحسين جاء إلى أمه فاطمة الزهراء وقال لها أمه شمي فمي هل تجدين فيه رائحة تشم فمه وإذا هو أطيب من المسك والعنبر فتقول له لا يا ولدي قالت قال لها إذن لماذا جدي يقبل أخي الحسن من فمه ويقبلني من نحري يقول تقول الرواية جاءت فاطمة الزهراء ومعها الحسن والحسين وجاءت وقالت له أبا يا رسول الله لماذا تجعل الحسين يبكي قال ومما ذلك قالت تقبل أخاه الحسن من فمه وتقبله من نحره قال نعم بني قبلت الحسن من فمه لأنه سوف يقضي مسموما شهيدا وقبلت الحسين من نحره لأنه سوف يقضي مذبوحا قالت له أو يكون ذلك قال لها نعم قال لها ومتى يكون ذلك قال في زمان يخلو مني ومنكي ومن أبيه ومن أخيه قالت إذن أبا من يقيم العزاء عليه قال لها بني أعلمي إن الله سبحانه وتعالى سوف يخلق له شيعة جيلا بعد جيل يقيمون العزاء عليه فأنا أشفع لرجالهم وأنت تشفعين لنسائهم بينما الزهراء تسمع بهذا الخبر تلطم على رأسها وهي تقول وَوَلَدَهْ وَحُسَيْنَا أَنْصُوصًا